مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكريا لتعليم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم 26 من امتيح النظر يوصل السياقة سينفباء قبل ما نبدأ اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد واي اقتراح للقناة او اي ملاحظة خلينا تحليق ديركم نبدأوا على بركتي الله يمكن لي انتجاوز هاد العربة من جهة ليمن نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيف هاد السؤال هو رقم واحد كيف كان عرفوا التجاوز هو دائما كيكون من جهة الياسر ماشي من جهة اليامين لكني عدنا ستتناء واحد اشن هو هو ذاك العربة اللي قدامك ايلا انت بكيت جاوزها وكانت هي قحدة واحد المرتقة الطرق وشعلت مؤشرة تغيير تجاه دير الياسر انى متى الآية لها انها غا تجاوز الراسر فههاذ الحالة انت ممكن أن تجاوز بدع من جيت اليمن هدا هو الحالة السؤال الوحيدة نعمود هاديك العربة للي انت بغيت جاوزها بدع مشهت اليمن خاصه تكون هي وصلة الواحد من جهة الطرق هاد الشرط للول مادي غี้ة مجاوزة ونت بغيت جاوزها من جيت اليمن إلا تكون وصلتها في مؤشرة تغيير تجاه دير الياسر فهذا الحالة ممكن تجاوزها بدع من جيت اليمناتشي كانوا بسهره Em Буд namely يمكن لي نتجاوز من جاية ليسر نعم جواب واحد لا جواب جوج من جاية ليمن نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جاوز حفظ السؤال هو رقم واحد ربعة كيف نعرف التجاوز خصو يكون من جاية ليسر أما من جاية ليمن إلا إلا في حالة واحدة استثنائية عشنا هي العربة اللي قدامك ما يتوصل لحد المنطقة دي الطرق كيف ما بغي يكون وهي شعلة مؤشيات غير تجاوز هذه اللي يصل في الحالة لها المنطقة يقول ما يمكنش مقاقا ستنام وراها اللهم غتجاوز من جاية ليمن وغتمشي دكشي باش كالجاوب الناس حيح رقم واحد أربعة إلا اقتضى الدارولة الرجوع الخطف المفروض على العربة الحمراء جواب واحد العربة الصفراء جواب جوج جواب سحل في هذا السؤال هو رقم جوج يعني العربة الصفرة هذا السؤال بجواب عليه دروري خsterت كونف أهم القادم زيانًا بجواب عليه لأنه متلع غير تجكسي السؤال أخر بهذا الشكل هذا الشكله هم معاعات قاعدة ما غتجاوش عليه فهنا وكيف نتحدث كنت أتحدث هذه التقابل في منطقة جددت يعني في واحد العقباء يعني دب هنا كنت تحدث أن تحدث هذه التقابل في المنطقة وهي جبلية في واحد العقبة. ماشي التقابل في الوطن. فرقه. سأشرح على التقابل الذي في طريق جبلية في عقبة. ماشي على ما تطبقه هذا الشيء الذي سأقول لكم على الطريق الواطية في الوطن. سأعطيك القاعدة لطريق جبلية في العقبة. هذا هو المشاكل الذي سترى لكم. في التقابل في الطريق الجبلية. في التقابل يعني كتصادف جوجي انواع دي التقابل. يا اما التقابل الصعب او التقابل المستحيل. وتبع معي مزين مدرش كتاب السيلو باش تفهم شيء اللي كنقول هنا طوي شوية. كين التقابل الصعب او كين التقابل المستحيل. التقابل الصعب شنا هو. هو اسمع لمساهمة التقابل صعب. يعني انت غادي ولا خرجي. في العقبة انت غادي ولا خرجي. ستوصل الانتوية. يعني وصلت الى واحد التقابل الصعب. ما هو التقابل الصعب؟ هو ان واحد فيكم يوقف. يعني ما يمكن ان تزوم جوجره. تقابل صعيب هذا. واحد فيكم يوقف. ما يمكن ان نظروا على الوقوف. ماذا يمكن ان يوقف في الأول؟ يمكن ان يوقف دائما العربة لنازلة. كتبوا وتبع معي. في الأخرى لا تفهم كل شيء. ما يمكن ان نظروا على التقابل الصعب. يعني مرتقبه الصعب. تبعه. كيف يمكن ان يوقف في الأول؟ يعني سوف نتقابله ولكن يمكن ان يوقف دائما الوقوف. كيف يمكن ان يوقيف ذلك؟ كذا Queka' الوقوف. كما يمكن ان يوقف في الأول؟ دائما اهتم العربة اللي نازلة. اللي هيبطة. هي التي توقف. كيف يمكن ان يوقف العرب الليل نازلة. اللي هيبطتة. هي اللي يمكن ان يوقف في الأول مازيين. كيف بواغ من الاستثناء واحدة. أشنا هو هاد الحرب such للقاتلーい و Somebody w f us h alage a el valsa m on a k y o l bun einer كان عندها فهي خصوصة حالة تخبّف الفوسحة أو تخبّف الفوسحة حتى يوتّو عربات تجموها هذا استثناء أما القاعدة يقول دائما العربة التي هي هابطة هي التي تستطيع توقف هما كان استثناء يونه هو العربة التي تنشف توقف وحالة استثناء تجموها هم أن يفتح القوة من أحد الفوسحة أو إليّ حالة سوشها يمكن أن تكون استثناءها حتى يتوها العرب وبعدى لهم كنا يسلمango واحد مرغم نحن كنا في تقابل السابق من ضروري يرصرا тиنا يمكنك من يوقف لكن إذا انت目 كرا واحد في كمادس فقد شرعت عليم التقابل المستحيل على أن كنت تخدمه ولكننا كنت نظара على التقاب grilling مساحل كيف crystal' يدر رجوع الخلف فبلوق يーフير المشارعrą اذا ادرج كنت يرجع على خالف به hadeci 말씀을 وجدها بالعربات الخفيفة للجراعبة كان عربات الخفيفة و Fresh ترجع كانت هابطا ترجع يعني كان هدرو على الخفة دي للعربة هنا العربة شكونية اللي خفيفة انا اكيد العربة اللي خفيفة هي العربة الصفرة يعني لخصة ترجع للخلف ديك شي باش كالجواب الدنس حنا ورقم جوج يمكنلي نقف هذا المكان باش تنتقل على الطريق ديالي نعم جواب واحد لا جواب جوج نتوقف نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب سعيفة سؤال هو رقم جوج ربعة لاحظة ليه الدكليب كن واحد الخطوط الصفرة على الشكل زيغزاق هادوك الخطوط الصفرة دي لاش ديال محطة ديال الحافيلات هادك ديال محطة الحافيلات مش مؤقتة دائما هادك الصفر اللي كيكون ديال محطة الحافيلات أو صفر فهدو موجوج الوحيدين اللي مش مؤقتين هادو دائما بالنسبة لهذا ديال صفر فهي محطة ديال الحفيلات نتابع منوع الوقت لك الوقوف والتوقوف ذاك شي بشكل جاوب عدنا صحيحنا هو رقم جوج ربعة يمكن لي نوقف في هذا المكان باش نتكلم في الهاتف محمول ديالي نعم جاوب واحد لجواب جوج جاوب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة لهذا المكان هذا اللي يفجن من اليمن فهو خاص بالدراجات في الاماكن دائما اللي كتكون بالعلامة الزرق فهي كتكون خاصة بذيك الصنف ومنوع على جميع الصناف انتع عندك العربة ديالك فانك منوع لك الوقوف للتوقوف على السياقة ذاك شي بشكل جاوب النصحيح هو رقم جوج بالزاف اللي غايجي الفوضول ديال العلامة كتطبق الإجبار كتطبق ابتداء من العلامة وحنا غادين أي ضروري من عند العلامة مغاية طبق ديال خاص بالدراجات لكن تقبل العلامة فانت منوع الوقوف والتوقوف علاش لانك كتحجب لنا الرؤية هذا دائما العلامات كاملين لو قفت حداهم وكنت كتحجب الرؤية على العربة اللي موراك فانت هناك تتعرض للمخالفة ذاك شاش نتائية تلي قبل منها ممنوع الوقوف والتوقوف لانك كتحجب الرؤية لها فهذا لا الى ما باش نتكلم القبيل على هذا 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 المنطق هذه ولا هذا الفلسفة هذه حيث غيب عليكم مشاكل بزاف أسئلة أخرى لانك كي نشي حويجات ما محطوطيش بطريقة منطقية وطريقة عقلينية ذاك شاش بش كان نتفادة بزاف الحويجات ما باش نتكلم عليهم اي جابتا الصود في هذه وصفة هذي كيف يشكل جاوبنا صحيح رقم جوج يعني منوح لين نتوقف هنا يمكن لي نتوقف بين هاد زوج العربات نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيح في السؤال هو رقم جوج هاد السؤال غاي خليني نجاوب عليه بزاف دي الأسئلة اللي كان لقاها في التعاليق وهنا غا نجاوبكم على الطريط ورمسوعة ببيض الحمار والطريط ورمسوعة بصفار والطريط ورمسوعة بصفير عندما تقطع كل شيء يسأل الى في التعاليق لكن مجاوبش في التعاليق لانما تكفينيش الكتابة مئة في مئة في مئة ما عليناش انها دروع لخط الصفر لهذا بالطبع هات الصفر كان في مدونات السير وكان في الجردة رسمية وكان تفل الجردة رسمية في القواعد دي السير ممنوع الوقوف والتوقوف متعفق يعني هذا بالإجماع انه ممنوع الوقوف والتوقوف هذا ما عندناش في المشاكيل وهذا الراصف ماشي مؤقت دائم ولكن يحدث أصبر علينا فا هو رسميه رسميogية وصفر محته وطلعة لكن يحدث أصبر بفي 하루ها المشاكيلこん pallet وخلوه بصفر فهو الرساسف نقل في التعاليق هذا هو رسمياجه على الرسمي familial يعني هذا الرسمي الله التعالي eliminated فهو ليسستعمائها لا تف closely هذا في حالي منстра اللغراء أخواريicia هذا انخر مشاكруг allora ثم رسميه فاس裁 نعم لماذا يصلح هذا الثلاث؟ هذا يصلح يعني التوزيع يعني الخاص بالشاحنات أو الشاحنات التي يتعرضون البضائع التي يفرغون أو تحملون السلع يعني هذا المكان إلا أنت إلا أنت سايق واحد الكاميو أو كهاز واحد السلعة فأنت كتشوف هذا المكان كتقول هذا المكان خاص بنا أن نقف فيه نهبط السلعة نطلع السلعة هذا هو اللي كان يعني خاص بالتفريغ أو التحميل يعني أنت هذه البلاسة خاص بالشحينة نقل بضائع كما تريد أن تسايق التنوبيل وانت تلك التراثور المسبوع بالبيض ومسبوع بالصفر متقطع وانت عندك التنوبيل العربية هي بيرميبه وانت تلك رصيف المسبوع بالبيض ومسبوع بالصفر متقطع ما ستفعله؟ انت لا ترى و انتظر الوقوف و التوقف معك لماذا؟ لأنك خاص بالعربية نقل بضائع وواذا أنت لديك بضائع وواذا أنت نقف فيه كتبيل او طلع سلع ما عندك سلع. يعني انت مين شوف هذك التراتوار اللي مصفر متقطع. بعد من هو منوع الوقوف والتوقوف بنسبة لك. لكن بنسبة للشاحنات فهو ممنوع غير توقف. يعني مشي هذك مش شاحنة. يشوف هذك التراتوار صفر متقطع. ويحط لشاحنة دياله ويمشي بحاله. الا هذا دخل في مخالفة ديال ممنوع التوقف. لكن اذا بغى يوقف باش يهبط سلع او يطلع سلحة فهذا مش مشكل مسموح له الوقوف. اما انت quit. ايضا صحيب العربي ممنوع الوقوف والتوقف. اللي نهنك من هذا الشي كامل تشوفر مطلع alternative fally بالصفر ممنوع الوقوف والتوقوف. تشوف سفر المتقطع حتى هو منوع الوقوف والتوقف بجوجهم بتاعد منهم. متمن عندكvoice عالية ولا الله ، زيانة هذه ما مرضوحا منوع الوقوف والتوقف. اعرا نجي للمشكل ديال تراتوار مصبغ بالبيض والحمر. لمصبغ ببيض والحمر فهو ممنوع لوقوف ممنوع التوقف. من منوع اختيفي ما منوع ا applaudской توقف ممنوع للتوقف ممنوع لتوقفUE لم يكن زردة اسمية و مدودة السير لم يكن أيضا في قواعد السير لم تكن أي شيء المثبور لا يوجد سوف يكون يدخل ما فيما التوقف خرجت شرطة توقف غير قانوني و كيف هو التوقف غير قانوني يريد أن ندخل على توقف غير قانوني فقط من دعاس فما سنشرحه لكي يتوقف غير قانوني سوف يقيد ذلك توقف غير قانوني. لكن لا يوجد توقف غير قانوني. لكن لا يوجد توقف غير قانوني. لا يوجد توقف غير قانوني. لكن كنت توقف غير قانوني. كنت توقف غير قانوني. من خاصة ضروري. توقف منوعة وقف والتوقف. وكانت منه زي ما في مني تغيير المتحان يخذه على الاعتبار. هذا شيء لا يبقى مشاكل. لانه يخلق المشكلة بزاف دي الناس. لا يبقى عارفة لا شو تدير هنا. لا شو تدير هنا. اللي سنقول لك هو انك بغيت توقف صحيح. في المتحان يطح لك تراتور مبيض والحمر. توقف منوعة وقتوقف. لكن في القانون ما كان. القانون كان غير تراتور مصبوع بالصفر المتاصل والصفر متقطع. انت صاحب عربة. ممنوع الوقوف والتوقف. كنت صاح بشاحينة. فهذا كتراتور اللي بصفر متقطع. مو ممكن على انك غير نوقف باش نهبط سلحة او نطلع سلحة. لكن منو عليك التوقف. كنتمنى انكم تفهمو هات لديل تراتورات. العاملين اللي كسببو في معظم الحوادث هما. السرعة. جواب واحد. المشروبات الكحولية. جواب جوج. ناس. جواب ثلاثة. السير في المناطق الممنوعة. جواب اربعة. جواب صحيفة السؤال. هو رقم واحد ربعة. اي جميع العوامل المتافقة معك. وجميع العوامل. فهم ما كتسبو في الحوادث. يعني السرعة. بشربة الكحولية. ناس سير في مراتق الممنوعة. لكن قرأت السؤال مزيان. قالك العاملين. جوج. اللي كتسبو في معظم. يعني اكثر الحوادث. هذا ده و السؤال. يعني عاملين. ما كاش اذكر العوامل كاملة. العاملين جوج عوامل. اللي كتسبو في معظم. القابل اللي في الاحصائيات. هنا عاملين. هذا السؤال. ما اخذوه شيء تحت بطريقة. دعوني يخطوه. يحطو لك واحد الميبيان. وتشوف نجا دك الميبيان. وتقراه. ودعوني. واه كالي. يعطي الله. يعني. اه. كين السرعة. وكين السير في مراتق الممنوع. لا نقول لك حفظهم. كين السرعة. والسير في مراتق الممنوع. اما المشروب الكحولية والناس. فهو رماشي ما كي تسبب. كاي تسبب الحوادث. غير هما. واش ناكوشي كدير مشروب الكحولية كيشرب اللهم. واش كونشي قال الناس اللي كتسب ناسا. لا. لكن السرعة. في هدث لنا. اللي يشبعني الناس. وفيه الناس اللي ما شبعنيش الناس. وفيه الناس اللي شربي مشروبات الكحولية. فيه الناس اللي ما شربيش مشروبات الكحولية. كذلك السير في مراتق الممنوع. داك شي باش كنزائع في منطقة. هكالفكر سباب المنطقة. دعوني. بلاميبيان. بالاول. داك شي باش كالجواب صحيح. وواحد اربع. وقعت لي حادثة مادية. من الواجب علي. نرسل المعينة اللي وديها. لشركة تأمين ديالي. في مدة ما ك تفوت يومين. جواب واحد. ثلاثة ايام. جواب جوش. خمسة ايام. جواب ثلاثة. جواب صحفة السؤال. هو رقم ثلاثة. قدر الله وقعت لك حادثة مادية. شن هي حادثة مادية? هو العربة قصة عربة. هناك شي غير مادية. غير ما كي لا جرحة لا قتلة لا شي حاجة. يعني هذي كتسمها حادثة مادية. وقعت لك. درتي المعينة اللي وديها. يعني ما كي لا شرطة لأول هنا. درتي واحد المعينة اللي حرر. درتي واحدة المعينة اللي نتوه ذك الشخص اللي مقعت لك مع حادثة. هذيك المعينة اللي في خسندة. وخسندة. وهي شركة تأمين. وقتاش. في مدة ما تفوت خمسة ايام. مشي تخليه عندك شهر. يعني اليوم. ما أغدى ولا بيد. وصيرت ديالي شركة تأمين ديال. يعني انت ما تفوت خمسة ايام. آآ مدة ديال العمل. ما تفوتها. يعني الحذر رميك يحسبوش. خمسة ايام. ديك شي باش كالجوم صحيح. هو رقم ثلاثة. بالليل. كي ننبّى الحادثة. يمكن لي استعمل اضواء السيارة ديالي نعم جواب 1 لا جواب جوج نقوم باعطاء اشارات بواسطة منصباح الجيب نعم جواب 3 لا جواب 4 الجواب بسحافة السؤال هو رقم 1 3 يعني انت بالليل باش تنبع واحد الحادثة يعني كتستعمل اضواء ديال السيارة ومننس الوقت كتدير اعطاء اشارات بواسط منصباح الجيب شنو هو نصباح الجيب؟ وحل هذا ما في الصورة المثلات رأيك يعني مصباح الجيبه يعني كيف يدير إشارة ولكن بالزاف اللي هنا أو ثاني كيف يقرأ في التعليق يقولك باش نبه هذه الحديثة ما خصيش ندير أضواء ديال الطريق خيتي أغان عمي المستعمل للتعليق الأخرين اه اه اخوان بنيس باللي غينبه الحديثة ارمشي قلنا يوقف الشنطي وقابلها مع قابل طنوبيل مع العربات ليجيين وطلق عليهم الطريق ماذا قد عاربات الزرقة وما فجد مرة ما رأيض حصول اكار القابل مثل dzięki س står اذا يدور شيء وجهة يحاول وجهة الضواء وكما يتوقف الضواء يتوقف الضواء يمكنني توقف الضواء لا أنت يوقف لشانطة ونطلق لمن يرى اللي يتعوض للعربة بحلقة التي تكون خارج من الضواء وكتجوّجها امودية العربية تقولها nächste لدواء ثني أدتك حدثة ليبلغي الحديثة الناس يتفكر بطريقة منطقية وليس هناك مجموعة من الناس الأخرين لأنني أتذكرها في القواعيل لكن أنت اللغة في هذه الحديثة فأنت تكون تضعها في بلازة ولكن تضعها لكي يجب أن يكون نمزياً كذلك أو أخرى أقول لك هبط المنطنوبيديا هبط الشانطين وبدأت تقول العرباء الذين يأتيون فضلاً إذا لم يكن لديك مسبح الجيب فأنت تشكل خطوراً على نفسك يجب أنك مسبح جيباً لكي العرباء الذين يرون أنك مصباح ويقولون أن الإنسان رواق في أمه رخصاً نقصهم السرعة أما توقف غبيتك فأنت تخلق رأسك بمشكلة وتستطيع تسببها في حديثات السيئ ما الذي كان لديه الجواب صحنا هو رقم 1 ثلاثة على هذا الطريق السيار العرباء الزرقاء يمكن لها السيار ب 8 كم في الساعة الجواب 1 100 كم في الساعة جواب جوج 120 كم في الساعة جواب ثلاثة جواب صحيح هذا السؤال هو رقم 1 بالنسبة للعرباء الزرقاء اللي قدامي فهي معلقة على مدير 90 إلا حتوراً ما كاتبانش مزيان ولكن في اللورد يججاج ديرون ردير 90 تمامين فهو مخصوش يفو 90 يعني إذا كشيباش جوبنا برقم 1 اللي هو 8 كم في الساعة موسيقى